موسيقى السلام عليكم ورحمة الله عدد جديد من فقرة جوغنالفير واخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم نبدأ وعدد اليوم جوغنالفير بأول خبر عنوانه رسميا تأجيل مباراة الرجاء وسريع واتزم وعلنت العصبى الاحترافية لكورات القادم تأجيل مباراة لغة جمع الرجاء الرياضي ضيفه وسريع واتزم غدى الأربعاء برسم مؤجل دورة 22 من البطولة الوطنية وقررت العصبى الاحترافية تأجيل مواجهة المورمجة سلافن غدى الأربعاء تل يوم الأحد 27 شويتنبير الجاري بداية من الساعة الثامنة مساء بالمركب الرياضي محمد الخامس بدال بيضاء يشارل أن أضوه مسؤول بمكشم موسيقى الفارق السريع واتزم أكد في اتصال هاتفي أن الفحوصات الطبية الجديدة اللي يخدأوا لها لاعبي فارقه كشفت على وجود حالات إيجابية وكيتعلق الأمر بكل مدرب تونسي منيرشبيل ومستعد دياله إضافة الكاتب إداري للنادي وثلاثة اللاعبين ثم المكلف بأمتعاد الفارق فحص جديد للاعب الراجع الرياضي المصاب وجراء للاعب فارق الراجع الرياضي عبد الإلام ذكور فحص جديد لتأكد من شفاءه من المرض بالإضافة لتخطيط القلب تمهيدا لعودة التدريب رفقة المجموعة الراجوية وغينتظر للاعب الراجوي 48 ساعة من أجل حصول النتائج من تفحوصات قد تأكد من شفاءه التم من المرض بشيكون جاهز لسئنة في تدريبه ورفقة فارق الراجع الرياضي وكان الفارق الأخضر كتشف وجود أول حالة في صفوفه بعد أن أعوده لفندق الإقامة الأمر الذي فرض نقل اللاعب المصاب بالمصاحة الخاصة قبل أن يغادرها بعد أن أجرى في حصات ثانية أكدت شفاء دياله وخضع الحجر الصحي إضافي في المنزل دياله لمدة خمسة أيام ثم أجرى فحص جديد بعد أن تأكد المدى لتأكد من شفاءه التم من المرض فحص مفاجئ للمنشيطات للاعبي فارق الراجع الرياضي وفجأة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشيطات لعبي فارق الراجع الرياضي بمقر إقامته بفندق عين الدياب إذا قامت بإخطاء ثلاث لعبين لفحص الكشف على المنشيطات وصفرات القرعة على إخداء كلنا عبد الرحيم الشاكير محمد ابو أميرة وعمر بطيب لفحص الكشف المذكور غير أن عمر بطيب كان يجري فحص طبي بإحدى المسحات الأمر الذي يدفع اللجنة لإجراء قرعة ثانية وقع الاختيار على ما تولي جادير بالذكر أن هذه المرة الثانية التي تزور فيها اللجنة المذكورة لعبي الفارق الأخضر هذا الموسم علما أنها قامت بإخضاء بعد لعبي الأندية للفحصات في مباراة الدولي الاحترافي وكانت الجامعة قررت اعتماد الكشف المنشيطات في مباراة الدولي الاحترافي قبل ما اتترجع على ذلك ثم رجعت بش تعتمد نفس القرار مع اقتراب نهاية البطول الوطنية هذا الموسم تواريخ جديدة لمباراة ناس نائي وصبت الأبطال الأفريقية والكاف وكشف أحمد شوبير الحارس الدولي المصري السابق عبر حساب الرسمي بموقع توصول الاجتماعي فيسبوك أن الاتحاد الأفريقي للكرات القادم الكاف كيتجل برمجة مباراة ناس نائي دور أبطال الأفريقية وكاس الكاف منتصف شهر أكتوبر المقبل بحيث تكون مباراة الاياب وسبوع بعد ذلك هذا وكان فوزي القجاع رئيس الجامعة الملاكية المغربية للكرات القادم بالإضافة لهاني أبو رويضة رئيس الاتحاد المصري عقدوا اجتماع خاص مع أحمد أحمد رئيس الكاف وصروا على ضرورة تعجيل مباراة النسف نائي باش متأثرش تواريخ الحالية على السير العادي لدولي المغربي والمصري خاصة أنه مزل منتهوش بعد ومن المتوقع باش يحدد الكاف الخميس المقبل في اجتماع مكتبه التنفيدي تواريخ الجديدة للمباراة المربع الذهبي لعصبة الأبطال الأفريقية بالإضافة لكاسم كوفيدرالية خبر في نفس سياق بأنوان أمير مورتش دامنصور لا أتوقع تأجيل مباراة أمام الرجاء لقد حجزنا تذاكر رحلتنا إلى المغرب واستبعد فارق الزمالك المصري تأجيل مباراة أمام الرجاء الرياضي دمنا سفنائي دور أبطال الأفريقية نهاية شعال جاري بعد تكهونة لشارة الإمكانية خاصة عقب برمجة مقابلة الفارق أخضر ذات الفترة لحساب بطولة احترافية من القسم الأول وقال أمير مورتش دامنصور المشرف العام على الكورة بالنادي المصري في تصريح القناة الزمالك لا توقع تأجيل مباراة الرجاء لا يتردد مجرد إشاءات لا يزال ما حصلنا على التخيطة الرسمية من الاتحاد الأفريقي الكورات القادم وزاد المتحدث نفسه قمنا بحجز التذاكر الخاصة بالرحلة المغرب وحنا حاليا في مرحلة التستعداد وتحضر هذه المقابلة الهدف دياننا الأساسي هو الحصول على البطولة الأفريقية هذا الموسم وكان أمير مورتش دامنصور شارف وقت سابق في تصريح قصبية موقع البطولة لأنه لا يتوقع تأثير موعد مقابلة الفريقين بالمباراة التي تبرمجت للنصول الخضر في الدولي المحلي وزاد أن العصبة الاحترافية تقدر تبدأ مرونة كافية وتعدل من تواريخ المباراة في حالة مجرى تشتريح موعد نسفنائي وعصبة الأبطال الأفريقية التي تحدد سلفا من نظام داب والإياب نمر معكم من فقرات ميركاتو ونرى ما تجعل الميركاتو الرجاوي في مختلف المنابر الإعلامية الهدودي يوقع رسمياً في كشوفة الرجاة الرياضي وقد داوا عدة صفحات بموقع توصول الجماعي فيسبوك نسخة من العقد الرسمي لوقع عمر والهدودي مع فريق الرجاة الرياضي من أجل تعزيز صفحة في فريق الأخضر في الموسم الرياضي المقبل وغيحوا العقد لوقع الهدودي دون جديد عقده ما فريقه الحالي الدفاع الحسيني الجديدي تفديل تكرار خطأ أحمد مرون بيساك حارس مرمى أولمبيك أسفي الذي وقع الرجاة الرياضي سابقاً واجد عقده معنادي الأم الأمر الذي يهدده بالإيقاف الأكثر من السنة في حاجة ما تشبتون الفريقين بالعقد وكان صلاح الدين المقترد الناطق الرسمي بإسم فريق الدفاع الحسيني الجديدي أكد في تصريل أحد الإذاعات أنه الحدود اليوم لهدودي كيأكد المكتب موسيقى الفريق الدكالي أنه موقع التعقد مع فريق الرجاء قبل ما يتبهي العكس من خلال الوثيقة الرسمية اللي كيتدوله عدة صفحات موقع توصول الشميع فيسبوك وكيتعتبر لهدودي أول صفقة ويقع مع فريق الرجاء الرياضي في محلة انتقالات الشتوية واستغل العقد اللاعب اللي غينتهي بنهاية الموسم الرياضي الحالي مع الفريق الدكالي بعد فشل صفقة بيساك الرجاء يوجه بوصلته صوب مفتاح حريس المولودية توجده وذكر موقع البوطولة من مصدر موتوق أن مسؤولي فريق الرجاء الرياضي بدأوا يتباحتوا فكرة تعويض صفقة حريس مرمى أولمبيك أسفي أحمد مراون بيساك بحريس آخر في بطولة احترافية وزد موقع البوطولة أنه حسب ذات المصدر فمسؤولي فريق الرجاء الرياضي وجه البوصلة دياله مات المرة صوب حريس مولودية توجده المهدي مفتاح ووضح مصدر البوطولة أنفس أوليقال على الخضراء سؤوله على وضعية هذا الأخير داخل ندي الوجدي بما في ذلك مدة العقد اللي كان وقعوا معاه ومعلوم أن فريق الرجاء تاخذ هذا الخطوة حسب مصدر نفسه عقب إخلال حريس أحمد مراون بيساك بالعقد اللي كان وقعه رفقة النصول الخضر وقرر بعدها تمديد مقامه مع فريق أولمبيك أسفي جادير بالذكر أن المهدي مفتاح كي يبقى واحد من أبرز حرس لبطولة الوطنية هذا الموسم ومازال مرتبط بعقد الموسم إضافي ورفقة المولودية الوجدية الأمر اللي غير فضل على مكتب فريق الرجاء الرياضي برئاسة جواد الزيات ضرورة تفاوض مع أن وضرعهم الوجديين إذا بغوا يتموا الصفقة كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جغناط ذال في أمان الله ونطلقوا في أخبر رجوي جديدة إن شاء الله اشتركوا في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليوا شيش علاقة في آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم بمناءة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة